أعلنت دار الإفتاء أن غدا أول أيام شهر شعبان لعام 1445 هجريا وتقدمت دار الإفتاء المصرية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة الكريمة كما تقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم دعية الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وشعبها أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام